السادات والسادة، أديو في الكرام، بناء الإنسان رحلة نتشارك فيها جميعاً وفي ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس الجمهورية بتنفيذ رؤية مصر 2030 فيما يخص محور الصحة بتعزيز كافة جوانب الأمن الصحي القومي لمكافحة الأوبئة تم العديد من الإنجازات في هذا المجال حيث حصلت مصر على إشهاد منظمة الصحة العالمية على خلوها من أمراض شلل الأطفال التيتانوس الوليدي، المالاريا، الحصبة والحصبة الألمانية هذا بالإضافة إلى خفض معدلات الإصابة بالأمراض المعدية والوبئية والوفيات الناتجة عنها والحد والتحكم في الأوبئة الآن نقدم لحضراتكم كلمة مسجلة من الدكتور تيدروس أدانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لتهنئة فخامة الرئيس وكل المصريين بإعلان مصر خالية من المالاريا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع ذلك ما زالت العديد من الدول بعيدة عن تحقيق هذه الأهداف وقررت جمعية الصحة العالمية هذا العام تسريع الجهود للحد من وفيات الأمهات وموليد والأطفال وتحقيق هذا الهدف يتطلب الاستثمار في مجموعة من القطاعات الصحية والتنوية بما في ذلك تعزيز النظم الصحية وإشراك المجتمع وإشراكاء التعليم وفي العام الماضي تشرفت بوجودي في مصر لتقديم شهادة مواطنة الصحة العالمية لتصبح مصر أول دولة في العالم لتحقيق المستوى الذهبي في مسار القضاء على فيروس سي واليوم نحتفل بإنجاز مهم آخر وهو حصول مصر على شهادة القضاء على الملاريا هذا الإنجاز ونتيجة قرن من الالتزام قبل الحكومة المصرية وشعبها وهو يوضح ما يمكن تحقيقه من خلال القيادة الحكومية القوية والمورد الفعالة وتطبيق مستمر للأدوات المجربة لمكافحة الملاريا والتعاون عبر الحدود ويشريفني نهابة عني أن تقوم مدير الأقليم من نظمة الصحة دكتور حنان بلخي بتقديم شهادة خلو مصر من الملاريا مع معالي نائب رئيس الوزراء دكتور خالد عبد الغفار تهانينا لكم جميعا وشكرا جزيلا شكرا جزيلا